أنا كنت مستاني أشوف يعني لما قالوا إنه أفشا هيغيب على مباراة الألف مبروك طبعاً محمد مجدي أفشا نجم النادي الأهلي جوازه بس لما قالوا إنه أفشا مش هيلعب مباراة الزهاب توقعت إن محمد محمود ممكن ياخد في المباراة دي بالزبط يعني أنا أقول لك حاجة يعني الناس هتشوف محمد محمود إن شاء الله بزدن له في الفترة اللي جاي تركت عليها كابتر نموضان طبعاً طبعاً العيب سوبر سوبر يعني حاجة مختلفة خالص يعني مختلفة خالص يعني في ظل المنافسة المتوقع يعني الأهلي طبعاً كتبت الأهلي لسنة الموسم اللي جاي ده هتبقى المنافسة فيها بين اللي عيبة شرسة جداً 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 أخاف جداً على حد زي محمد محمود إنه لو الفرصة تأخرت شوية أو إنه يبقى دوا يعني نفسياً ما يبقاش عنده القدرة أنه والحقيقة أنه أنا ناس كتير جداً 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 بتكلم على محمد محمود بكل خير شايف الولد ده مستقبل للنادي الأهلي طبعاً تقول لمحمد محمود إيه عشان يحاول لأول ياخد الفرصة ولما تجيله إزاي يمسك فيها أنا بقول لمحمد محمود أنت يا بني لعيب كبير رغم أن أنت سنك صغير لكن أنت لعيب كبير قوي ولعيب من اللعيبة هتبقى من اللعيبة المميزة في مصر واللعيبة السوبر في مصر يعني لو جات لك الفرصة أوعى تفرط فيها يعني يا محمد أنت لعيب كبير خلي عندك ثقة في أدائك وثقة في نفسك وثقة في إمكانياتك لكل الناس شايفاك أنت لعيب كبير قوي تجي لك الفرصة ما تفرطش فيها فرصة ممكن تتأخر بالنسبة لحد زي محمد محمود أنا في رأيي مفروض ما تتأخرش ما تتأخرش أه طبعا يعني أنت كل فترة كبيرة جدا في أسماء كابتن رمضان شايف أنها تستحق تاخد فرصة وتستحق تبقى يعني تحت عيون أو تحت اهتمام مستر بيتسو المسلماني بشكل خاص يعني أنا أقول لك حاجة يعني شوفنا مثلا مع مستر المسلماني شريف نور قوي أفشى نور جدا أكرم نور جدا طبعا هل في أسماء تانية شايف أنها تستدعي أنها تاخد مساحة أكبر اهتمام أكبر يعني أنا بتكلم هو محمد محمود لازم ياخد مساحة أكبر رامي ربيعة لازم ياخد مساحة أكبر لأنك انت خلي بالك يا أحمد احنا عندنا برضك الحتة بتاعة الاتنين السردباكني الحقيقي فيها مشكلة أو حتة القلب فيها مشكلة احنا برضك المنافسين بيخترقونا فيها بأخطاء موجودة خلاص طالما تواجدت الأخطاء دي أنت تغير وانت يعني مفيش ألأ بالنسبة لك كمدير فني أنا خلاص طالما الحتة دي فيها مشكلة يبقى أنا لما أجي أغير مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي مفيش ألأ أنت النهاردة بتكلم مثلا على أحمد عبدالقادر ده لازم برضك يبقى ليه دور كبير جدا لأنك إنت لو أنت بتقيم أحمد عبدالقادر في سموح الموسم اللي فات من اللعيبة اللي يعني أثبتت وجودها بشكل كبير جدا إذا كان في صناعة أهداف أو صناعة لعب أو عمل استحواز أو إنه هو كمان بيسجل بيهدف فلا اللعيبة دي لازم تاخد فرص طبعا برضو في حاجة المنافسة اللي يتحط فيها كهرباء واللي يتحط فيها حسين الشحات واللي يتحط فيها طهر محمد طهر أعتقد أن محدش يلعب بسهولة يعني محدش من وصلاح برضو عشان ما ننساش صلاح محسن طبعا وصلاح محسن طبعا بناش فيه طبعا إن شاء الله بإذن الله